السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وحبيبنا طلاب ثالثة سنوية اهلا وسهلا بكم في درس من اهم دروس مادة الاحياء على الاطلاق وهو درس تعاقب الاجيال واحد من اهم الدروس وبالتحديد دورة حياة بلازموديوم الملارية طيب تعاقب الاجيال هو معناه كده ان في فرض علشان خاطر يقدر يتكون لازم يتقاصر بالطريقين الجنسي ولا جنسي ده اختصار وكده سريع طيب احنا عايزين نعرف يعني كده البلازموديوم البلازموديوم ده هو طفيل طفيل بيكون وحيد الخلية من اطلاعيات مملكة اطلاعيات من الاوليات الحيوانية يمكنه اصابة البشر وبيسبب في مرض اسمه الملارية وبيسيب البشر وكمان بيصيب بعوضة اسمها بعوضة الانوفلس ده مين ده البلازموديوم طيب دي كلها صور ومسميات هنرجع لها وهنوصفها واحدة واحدة بس تعال كده نجيب ورقة بيضة كده خالص الكلام ده كله هنرجع لها ونفسرها واحدة واحدة بس قبل ان نبتدي نحن نفسرها عشان تبقى فاهمه تعال معايا كده اشرح لك على ورقة بيضة عشان تفهم معايا الموضوع ماشي ازاي بص كده فيه انسان اهوت وده كده الجلد بتاع الانسان ده كده الجلد بتاع الانسان خط الدفاع الاول ماشي في بعوضة اسمها بعوضة الانوفلس البعوضة دي مصابة بمرض الملارية يعني بيكون جوه دمها بلازموديوم الملارية دي كده بعوضة هيت اسمها بعوضة الانوفلس البعوضة دي هي انسة ليه انا اخترت انسة لان الانسة بيكون عندها فم صاقب مص يعني فم صاقب مص يعني بيقدر ان هو يسكو بالجلد ويمتص الدم خلي بالك البعوضة دي بتكون مصابة مصابة بالايه بالملارية بالملارية من اللي اصابها طفيل اسمه بلازموديوم طفيل اسمه بلازموديوم الملارية عشان كده بقولك اسمه بلازموديوم الملارية بلازموديوم الملارية طيب انا ليه اخترت الانسة لان زي ما قلت لك كده الانسة دي بيكون فماها صاقب طيب ليه مش الزكر لان الزكر ده الفم بتاعه بيبقى لاعق بيتغزى على رحيك الى ظهار انما الانسة بتروح تتغزى على الدم طيب الفم بتاعها بيكون صاقب هي دلوقتي مصابة فريحة تخترق جلد انسان سليم خالص اوه طيب فهي بتخترق الجلد وتبتد ان هي تمتص الدم هي عارفة ان سبحان الله يعني ربنا خلق لها كده حاجة عارفة ان الدم بتاعنا ده كده هيتجلط انت كده كطبيعي اي جرح لما يحصل جرح مثلا في اي وعاء دموي الجرح ده الدم بيتجلط فبيسد الجرح هو نفس الفكرة هي لما تعمل لك جرح الجرح ده هيتجلط فتبدأ تعمل ايه تبدأ ان هي تطلق اللعاب بتاعها لان جوة اللعاب ربنا خلالها مادة بتمنع تجلط الدم خلي بالك هي بتطلق اللعاب بتاعها بغرض ايه مش بغرض انها تصيبك لا هي بتطلق اللعب بتاعها بغرض انها عايزة ما تجلدش الدم عشان خطر تقدر تمتص الدم تمام؟ طيب هي مصابة طيب جو اللعب بتاعها بيكون حاجة اسمها اسبروزيتات ايه اسبروزيتات دي؟ حاجة اسمها اطوار مغزالية الشكل يعني مغزالية الشكل شبه حرشوفة السمكة كده او شبه ورقة الشجر ايه اسبروزيتات دي اسبروزيتات دي اطوار بلازموديوم الملارية كلمة اطوار يعني اشكال طيب هي دلوقتي في عندي انسة بعودة الانوفلس مصابة وانا ليه اخترت الانسة لان الفم بتاعها بيكون صاقب مص بيقدر ان هو يسكب ويمتص الدم طب هي لما تيجي تسكب الوعاء الدم والوعاء الدم هيتجلط فهي تيجي حط اللعاب بتاعها لان اللعاب ده بيحتوي على مادة بتمنع التجلط طب هي مصابة طالما مصابة يبال اللعاب بتاعها بيحتوي على حاجة اسمها اسبروزيتات ايه هي الاسبروزيتات هي احد اطوار بلازموديوم الملارية طب اسمها اسبروزيتات هعرفها ازاي بتشكلها بتلاحظ ان هي منغزالية الشكل شبه ورقة الشجرة شبه حرشوفة السمكة شبه الحرشوفة بتاعت العين كده طيب بعد كده تبدأ الاسبروزيتات ده هي تنتقل الى الدم بتروح لدم الانسان ماشي بس لو هي فضلت ماشية في الدم لو هي فضلت ماشية في الدم الجهاز المناعي بتاع الانسان ده هيحس وهيبدأ ان هو يهاجم الاسبروتات على اعتبار ان هي اجسام غريبة طيب الاسبروتات دي الزكالية تبدأ انها تروح تستخبأ في مكان امن جدا 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 من المكان ده هو الكبد طيب ليه اختارت الكبد لان الكبد لا يحتوي على خلايا عصبية حسية يعني مش بيشتكي يعني لو تم اصابته مش هيبدأ مش هيحسسك بقلم عشان كده معظم امراض الكبد بيتم اكتشافها صدفة ويراسية والامراض دي كلها بيتم اكتشافها صدفة فهي رايحة المكان يكون امن ليه لان بيكون عددها وليل طيب هي الغرض ان هي تعمل ايه تعمل او تقطر من عددها فتبتد انها تدخل الى داخل خلايا الكبد دي كده مثلا خلية هيت من خلايا الكبد انا نبدأ ان يرسمها كده بره شوية خلية من خلايا الكبد ماشي تبدأ تهاجم خلية من خلايا الكبد وتتكاصر جواها عايزها تتكاصر عشان خاطر تزود العدد يبقى الغرض من التكاصر يبقى تعمل تكاصر تكاصر ايه لجنسي لجنسي بالايه بالتقطع طب الغرض منه ايه الغرض منه قصرت العدد عايزها تكوى تكطر من عددها فتبتد انها تهاجم من تهاجم الخلايا دي كده خلية هيت تبتد انها تهاجمها هيت تهاجمها وتبدأ انها تتكاصر جواها لما تتكاصر جواها بتكون لي طور جديد مثلا دي كده كمان خلية هيت ده شكل خلية الكبد ودي المراحل اللي بتمر بيها دي كده مرحلة بعد كده يبدأ انها تتكاصر بالتقطع لما تتكاصر بالتقطع بتكون لي طور جديد اسمه طور كده جديد اسمه اللي بيكون مدور اسمه ميروزيتات اهي تكون لي حاجة اسمها ميروزيتات الميروزيتات ده اهي تلف كمان دورة تلف كمان مرة ايبا كده انا عندي الاسبروزيتات دي بتقضي كم دورة في الكبد بتقضي دورتين دورتين ازاي اول دورة هي داخلت بتتقصر لا جنسي بتقطع علشان تكون لي حاجة اسمها ميروزيتات ماشي كونة الميروزيتات الميروزيتات عادتها كتير بس لسه مش كفاية برضو نتقل كمان مرة واللف كمان دورة فتقضي في الكبد ايه حوالي دورتين ده بنان على منهجك على فكرة بتقضي كم بتقضي دورتين طيب اجا اقول لك من هو الطور المعدي للانسان الطور المعدي للانسان هو الاسبروزيت او هو الانسان ده اتعدى بايه اتعدى بالاسبروزيت طيب من هو الطور المعدي للكبد في اول مرة كانت الاسبروزيت برضو طيب اجا اقول لك بقى من هو الطور المعدي للكبد في المرة التانية لا في المرة التانية هتقول لي انا كونت الميروزيت في المرة الاولى والميروزيت هو اللي هيهاجم الكبد في المرة التانية فيبقى الطور المعدي للكبد في المرة الاولى اسبروزيت لكن الطور المعدي للكبت في المرة التانية هو الميروزويد طب قدت قدية في الكبت قدت دورتين ماشي بعض الدورتين بتبتد انها تروح تهاجم بقى معي ميروزيت الميروزيت على فكرة بتكون مدورة هي تقروية او مدورة لكن الاسبيروزيت بتكون حرشفية مغزلية شكلها بيكون حرشفي او مغزلي بتبدأ بعد كده الميروزيت لما تقض دورتين بتكسر الجنسي بالتقطع يعني بتبدأ انها تهاجم كرات الدم الحمر دي كده ايه قرات الدم الحمر ماشي فلما تدخل جوه قرات الدم الحمر تبدأ تعمل تقاصر برضو لاجنسي بالتقطع ايه الميروزيت يبدأ انه يدخل فيتقاصر لاجنسي بالتقطع برضو فبتقضي عدة دورات ايه تبدأ تنفجر قرات الدم الحمر وتخرج لي ميروزيت زائد مواد سمة المواد السمة دي بتسبب لي الاعراض اعراض مين؟ اعراض حم الملاريا اعراض حم الملاريا طيب تبدأ الميروزيت لما يتكون يبدأ يلف كمان دورة بس مش عدد الدورات بقى هنا في كرات الدم الحمراء بتبقى متعددة يعني عدة دورات يبقى في الكبت كان معاي كان دورتين لكن في كرات الدم الحمراء كان عدة دورات تعد الميروزيتات الميروزيتات تتكاصر لا جنسي بالتقطع هي عدة دورات لا جنسي بتقطع عدة دورات لا جنسي بالتقطع طيب الغرة دي كسرت العدد طيب هي بتقضي كم مرة الدورة الوحدة بتقضي كم يوم جوا كرات الدم الحمراء بتقضي يومين بعد يومين تنفجر كرات الدم الحمراء ايه تنفجر كرات الدم الحمراء بعد يومين كرات الدم الحمراء بعد يومين بعد يومين تظهر مين تظهر اعراض حم الملاريا اللي هي ارتفاع درجة الحرارة السخونية يعني تمام والرعشة والعرق الغزير اللي بيصاحب ارتفاع في هيرموني الـ ADH طيب إذا انفجر كرات دم الحمراء بعد Berryгов такуюee بعد يومين طيب هي بتقضي كم دورة فكرة دم الحمراء بتقضي عدة دورات طيب مين هو الطور المعدى أصلا لو كرات دم الحمراء الميروزيتات يعني اللي بيقضي كرات دم الحمراء هي الميروزيتات بتقضي فيها كم دورة بتقضي فيها عدة دورات بتتكسح فاجنسي ولا لا جنسي لا جنسي بالاي بتتكتع تمام بعد كده بتنفجر كرات الدم الحمراء لما تنفجر بيخرج مواد السماء وميروزيت الميروزيت يلف تاني في كرات الدم الحمرة طيب المواد السماء بتسبب لي اعراض حمى الملارية طيب تقضي يومين اليومين دول الشخص ده ما يظهرش عليه اي اعراض ليه لانها بتتكسر كرات الدم الحمرة طيب بعد يومين تبدأ الاعراض تظهر تاني عشان كده الاعراض بتظهر على هيئة نوبات نوبات متزايدة للشدة يعني مثلا تظهر الاعراض بعد تختفي تاني لمدة يومين تظهر اقوى شوية بعد تختفي المدة يومين تختفي تختفي وهكذا طيب انت لو جيت في مرة من المرة تلاحظت مثلا الاعراض اهيت وعمالة بتقل بتقل كده بالشخص ده ياما مراعته قوية ياما ياما بياخد علاج ياما مراعته قوية ياما مثلا بياخد علاج انما متزايدة يبقى كده يبقى كده الشخص ده عدد المجزدات عمال بيزيد وبالتالي بيهاجم عدد كبير من كرات الدم الحمرة طيب لو قلتلك مثلا شخص مصاب مثلا لمدة عشر ايام لمدة عشر ايام كم نوبة هتظهر له يبقى كده عشر على الاتنين لان انا عندي النوبات بتظهر او المرض الاعراض يعني عمتها بتظهر كل يومين يبقى عشر ايام كل يومين هتظهر نوبة يبقى يظهر خمس نوبات خمس نوبات من اعراض الملاري طيب لو قلتلك مثلا الاسبوع الاسبوع ده بيظهر فيه كم نوبة الاسبوع يبقى سبع ايام يبقى سبعة لتنين فى ثلاثة ونصف طبعا مش هتحسب النصف يبقى فى ثلاث ايه ثلاث نوبات فقط طيب تعد تنقسم عدة مرات او عدة دورات داخل خلايا الدم الحمراء لحد ما في مرة من المرات يبدأ ان هي تكرر انها تأمن مستقبلها ومستقبل اولادها ده الكلام ده مين ده الكلام ده الميروزيت فالمروزيت يقولك انا عايز ابدأ ان انا اطور من نفسي يطور من نفسه ويطور من شكله فبيقول لي حاجة اسمها اطوار مشيجية الاطوار المشيجية ده هي بتكون غير ناضجة او يبدأ يكون لي اطوار مشيجية الاطوار المشيجية دي بتكون غير ناضجة يعني غير ناضجة يعني مفيش منها زكر وانسة هي اطوار بس مشيجية طيب الاطوار المشيجية دي لما تكونت من الميروزيت هو حصل انكسام ما يوزي ولا ما يوزي ولا ده ولا ده اما اللي حصل يحصل تحور شكلي تحور فى شكل الخلية بس مش اكتر عشان يكون لي اطوار مشيجية غير ناضجة طيب لما تكونت الأطوار المشيجية الغير نضيجة فاضلت في مين فاضلت في دم الإنسان لحد ما تيجي بعوضة تانية دي كده بعوضة هي التانية تبدأ أن هي تاخد دم من دم الإنسان ده من دم الإنسان المصاب طيب وهي بتاخد بتاخد الأطوار المشيجية طيب الأطوار المشيجية تبدأ تدخل في تجويف تجويف معدة البعوضة لما تدخل في تجويف معدة البعوضة بيكون عندي اطوار المشيجية هي Thus اتوار المشيجية هي تكونت في دم الانسان بس حصلها ندج بحصل ندج الأطوار المشيجية حصلين 2 حصل في تجويف معدة البعوضة طيب بدأ يب عندي مشيج مذكر ومشيج مؤنس ده كده مشيج مؤنس هيئة الليل بويضة كبيرة في الحجم وغير متحركة ومشيج مؤنس صغير في الحجم بيكون عنده زوائد او نتوءات عديدة يبقى ده كده مشيج مذكر اهوت وده كده مشيج مؤنس ماشي بيحتوي على حاجة اسمها زوائد عديدة عشان يقدر يتحرك الاتنين بيتحدوا مع بعض ويبدأ ان هم يكونوا لي ده كده لاقحة طيب طبعا انا من الاول خالص ما قلتلكش على موضوع النون والاتنين نون والمجمعات الصبغية ودي خصوصا بيتكلم عليها بص تعالي نرجع تاني كده واحدة واحدة في الاول كان معايا بعوضة مصابة البعوضة دي مصابة بالملاريا فاللعاب بتاعها بيحتوي على حاجة اسمها اسبروزيتات الاسبروزيتات ده هي بيكون عددها الصبغي نون وهنفهم هي ليه نون دلوقتي تمام يعني بتكون احدية المجموعة الصبغية يبقى كده الطور المعدة للانسان هيكون من الاسبروزيتات ماشي الاسبروزيتات ده هي لو فضلت في الدم الجهاز المناع هي هاجمها وهي موتها طيب تبدأ تروح لفين تروح للكبد فتدخل خلال كبد وتقضي في الكبد كم دورة بتقضي دورتين بتتكاصر فيهم جنسي ولا لا جنسي لا بتتكاصر لا جنسي بالإيه بتتقطع طيب فأول دورة بتتكاصر لا جنسي بالتقطع فبتكون لي حاجة اسمها الميروزيتات لا جنسي يعني كده انقصام ميتوزي طيب كده انقصام ايه ميتوزي طب ترى من انقصام ميتوزي الاسبروزيتات عددها نون فتكون لي ميروزيتات عددها نون ماشي فالميروزيتات تبدأ تهاجم الكبد في الدورة التانية ما قلتلك بتقضي دورة ايه فيهاجم الكبد في الدورة التانية لما يهاجم الكبد في الدورة التانية تتكاصر برضو مرة كمان لا جنسي بالتقطع طب الغرض ايه كاصرة العدد فلما بكون عدد كبير من الميروزيتات ابدأ اروح اهاجم مين اهاجم كرات الدم الحمرة مين اللي بيهاجم كرات الدم الحمرة الميروزيتات اللي عادتها الصبغي نون يعني وحدية المجموعة الصبغي طيب بتروح تهاجم كرات الدم الحمرة فلما اجا اقولك مين هو الطول المعدي لقرات الدم الحمرة هتقولي الميرزيتات عدتها الصبغي نوم بتقضي فيها قم دورة عدة دورات عدة دورات الدورة بتاخد قدية بتاخد يومين طب بعض يومين بتبدأ انها تتكاثر لا جنسي بالتقطع خلال اليومين يعني مش بعد اليومين خلال اليومين بتتكاثر عدة مرات بتتكاثر لا جنسي بالتقطع يعني انكسام ميتوزي تمام لحد ما معداتها يزيد فتتفجر قرات الدم الحمرة لما قرد من الحمرة بتتفجر بتطلع لي مروزيتات نون برضو ومواد السم المواد السمه دي بتسبب لي ظهور أعراض حمى المالاريا طيب هي بتتفجر كل دي كل يومين علشان كده الأعراض بتظهر لي كل يومين وبالتالي مثلا لو الأعراض دي ظهرت 6 مرات على شخصي هتاخد كم يوم هتاخد 12 يوم لو مثلا 10 أيام هيظهر فيهم كم مرة الأعراض هيظهره طبعا 10 على 2 يبقى 5 مرات طيب المروزيتات دي بيكون لها قدامها طريق من اثنين علشان كده لما اجا اقول لك مين هي الأطوار اللي بيقدامها مصار من اثنين هي المروزيتات يا اما ان هي ترجع تصيب كرات دم الحمرة تاني يا اما ان هي تتحور في الشكل بتاعها وتكون لي أطوار مشيجية غير ناضجة يعني ما فيش لا مشيج مذكر ولا مشيج مؤنس والسأل ده كويس وتكرر في معظم الكتب بيقول لك مين هي الأطوار اللي بيكون ليها أكتر من مصارين المين اللي من رزيت ممكن يروح يهاجم كرات دم الحمرة تاني وممكن يكون أطوار مشيجية طب الأطوار المشيجية دي بتكون ناتجة من انكسام ميوزي ولا من انكسام ميتوزي قلتلك ولا ده ولا ده أما عبارة عن هي عبارة عن تحور شكلي في الخلية تحور شكلي في الخلية طيب بعد كده تيجي بعوضة سليمة تمص الدم بتاع الإنسان ده فتاخد أطوار مشيجية فلما أقول لك مين هو الطور المعدي للبعوضة الطول المعدة البعوضة هي الأطوار المشيجية النضجة ولا الغير نضجة لا الغير نضجة طيب فتاخد الدم بعد كده ويدخل إلى تجويف معدة البعوضة فيحصل نضج الأطوار المشيجية فجأسألك وقولك هي الأطوار المشيجية تكونت فين فتقولي في دم الإنساء طب نضجت فين نضجت في تجويف معدة البعوضة نضجت لمشيج مذكر اللي هو بيحتوي على زوائد عديدة ومشيج مؤنس بيكون كبير في الحجم اللي اتنين بيندمجوا مع بعض ويتكونوا لي لقاحة يكونوا لي ايه لقاحة اللقاحة ده هي ما بتقدرش انها تتحمل عصارة عصارة المعدة لان المعدة بتفرز لي عصارة بيكون فيها الهي سي ال وكمان انزيمات الكلام ده كله هيبدأ ان هو يحلل اللقاحة فبسرعة بسرعة اللقاحة ده هي تتحول الى حاجة اسمها طور حركي الطور الحركي ده بيتحول او بيتكون نتيجة انك صام ما يوزي ولا ما يتوزي ولا ده ولا ده انما ده عبارة عن ايه عبارة عن تحور شكلي نفس الفكرة بتاعت الاطور المشيجية تحور شكلي غير ناتج من انقصام ولا ما يوزي ولا ما يتوزي طيب اللقاحة بتكون كم نون بتكون اتنين نون لان المشيج اللي تكون ده نون والمشيج اللي تكون ده نون فلما اجا اقول لك مين الامشاك اللي بتتكون من انقصام ما يتوزي الامشاك ده فعلا تكونت من انقصام ما يتوزي ازاي هي اصلا جاية من المروزيت والمروزيت ده تكون من الاسبروزيت والاسبروزيت عشان يكون للمروزيت حصل تكاثر لاجنسي يعني انقصام ميتوزي فتبقى دي اسمها امشاج ناتجة من انقصام ميتوزي اه امشاج ناتجة من انقصام ميتوزي بالمناسبة في شوال هنا حلو كويس قوي بيقولك مثلا لو في بعوضة لو في بعوضة سليمة راحت تاخد دم شخص نصاب بس الشخص ده عنده مروزيت فقط هي بتاخد كده كده المروزيت المروزيت ده لما بيدخل جوه المروزيتات يعني لما بتدخل جوه بتتحلل لانها ما تقدرش تقاوم العصارة المعدية ما تقدرش تقاوم العصارة المعدية انما الاطوار المشاجية اي اصلا متحورة علشان خاطر تقدر تقاوم الاطوار المشاجية وبالتالي لو في بعوضة راحت تاخد دم شخص مصاب الشخص ده عنده مروزيت وما عندهش اطوار مشاجية البعوضة مش هتصاب لان المرزية اللي هي هتاخدها المرزية اللي هو اللي هيدخل جوه توجيف معدت البعوضة هيتحلل يبنخلي بنا. انما اللي بيصيب الطور المعضي للبعوض لو انسى بعوضة الانوفلس بيكون الاطوار المشيجي. طيب تدخل الاطوار المشيجية وتندج الى اطوار المشيج مذكر ومشيج مؤنس. المشيج المذكر بيكون عنده زوائد عادية. طيب هي الهي سي ال. اللي هي العصارة بتاعت المعدة. ما ما تقدرش تأثر على طور المشيجية لا ما تأثرش على طور المشيجية لكن بتأثر على اللقاح وبتأثر على الطور الحركي يبقى تكون معي طور حركي اثنين نوعات ده طور حركي بيكون برضو اثنين نوعات وده كده الطور الحركي يجري بسرعة عشان خاطر يختار جدار المعدة ده كده جدار المعدة هوت يجري بسرعة عشان يختار جدار الايه المعدة طيب وهو بيختار جدار المعدة بينقسم انقصام ميوزي ليه بينقاسم انقصام ميوزي علشان يقول لي حاجة اسمها كيس البيض طالبها بينقاسم انقصام ميوزي يعني كده اختزالي وده تقاسر الاختزالي الوحيد او الانقصام الميوزي الوحيد بيقول لي حاجة اسمها كيس البيض بتنقاسم نواية كيس البيض طبعا كيس البيض بيكون نوع بتنقاسم نواية كيس البيض انقصام ميتوزي ميتوزي يعني تقاسر لا جنسي هيكون تقاسر ايه لا جنسي لا يجنسي بالإيه؟ بالجراصيم بالجراصيم الغرض منه الغرض إن أنا أكون عدد كبير من الإسبروزيتات أهايت أكون عدد كبير من الإسبروزيتات أبدأ بعد كده الإسبروزيتات ده تروح تتخزن فين في لعاب الأنسى بعودة الأنفلس علشان تصيب فرض جديد طيب إيه رأيك نرجع الكلام ده بقى بالصور بعدما شفت الكلام ده كده بخط إيدي اللي مش أحسن حاجة تعال نشوف الكلام بالصور ناخد بقى الكلام واحد وحده كده إيه هو تعاقب الأجيال؟ هو يصف تعاقب الأجيال نمط التكاثر اللي بيتضمن التعاقب ما بين صورتين مختلفتين صورتين مختلفتين للكال الحقيقة بص بيكون فيه تكاثر جنسي زي التكاثر لا جنسي يعني أنا دلوقتي شفت تكاثر جنسي وشفت تكاثر لا جنسي لا جنسي بالتقطع لا جنسي بالجراصيم إنما جنسي كان بالأمشاك طب الغرض أخذ الحلو من ده على الحلو من ده يعني أخذ التنوع الوراسي وأخذ كسرة الأعداد يبا أنا بعمل جنسي عشان أجيب تنوعه راسي وبعمل لا جنسي عشان أزود من الأعداد الحلو دي اسمها إيه؟ تعاقب الأجيال طيب إيه هو البلازموديوم قلت لك هو جنس طوفيلي وحد الخلية من الطلاق عياط اللي هي الأوليات الحيوانية يعني شعبة الأوليات الحيوانية يمكنه إصابة البشر وكمان أنسى بعوضة الأنوفلس يعني شرط أساسي يكون عندي حاكتين بعوضة الأنوفلس عشان خاطر لها أجاب لك سؤال وقال لك بعوضة تانية غير الأنوفلس لا هو ما بيعيش فيها طيب إيه هو الاسبروزيتات هي عبارة عن خلايا بلازموديوم أحادية الصيغة بتكون نون أحادية الصيغة الصبغية تمام وتوجد في الغدد اللعبية بتتخزن في الغدد اللعبية لبعض البعوض وتدخل في هذه الاسبروزيتات مغزلية الشكل مغزلية الشكل قدامنا ده كده بتكون مغزلية آه تمام مغزلية الشكل إلى جسم الإنسان عندما تلتغو أنسى بعوضة الأنوفلس المصادر طيب هنا بيقول لك تصيب الاسبروزيتات خلايا الكبد وتتكاثر من خلال عملية تكاثر لا جنسي تسمى التقطع علشان تكون لي مين هتكون لي بعد كده الميروزيتات طيب الميروزيتات هي أحادية الصيغة الصبغية يعني بتكون نون وعادة ما تطلق الميروزيتات كل 48 ساعة يعني بتكون كل يومين وتنتشر لتصيب خلايا الدم الحمراء وهناك أزداد عدد الميروزيتات بسرعة وخلال هذه الفترة يعاني الإنسان اللي هو المضيف يعني أو الوسيط من أعراض الميلاريا مثل الحمى والقشعريرة والتعرق وأقول لك عليهم دلوقتي طيب بص هنا كده أدي الميروزيتات هي بتبديد أنها تهاجم كرة دم الحمراء تتقسل جواب تقطع تمام فتبدأ أنها تكون لي الميروزيتات تنفجر فتخرج لي مواد سما فتسبب لي ظهور الأعراض طيب تتميز بعض الميروزيتات إلى خلايا مشيجية وحادية الصيغة الصبغية وبتكون غير ناضجة خاصة بمرحلة التقسل الجنسي لسه بقى هقول لك على مرحلة التقسل الجنسي ده بيكون جواب بقى البعض نفسها مما يعني وجود كل من الخلايا المشيجية الأنسوية الكبيرة والزكالية الصغيرة في خلايا الدم الحمراء المسابقة المعلومة دي يعني هي جات كده مش مش أكيدة لا المعلومة دي نستبعدها حتى دي مش مش عليك دلوقتي طيب تنمو الخلايا المشيجية الموجودة في الدماء في الدمية الخلايا المشيجية التي امتصتها البعوضة أيوة منها إلى أمشاج أو جامطات زكريا بالضبط دي الصح بقى بتاعها بتكون لي جامطات زكريا وانسوية ناضجة من خلال عملية تسمى تكوين الجامطات ماشي تقوم الخلايا المشيجية الصغيرة اللي هي الزكريا بتلقيح الخلايا المشيجية المشيجية الزكريا اللي بتكون الزكريا الصغيرة هيت ودي البوايدة الكبيرة دي بيكون عندها زوائدية متعددة عشان تتحرك وتروح تعمل تلقيح للبيضة طيب ينقسم بيكويني طبعا بيكويني في النهاية زيجوة اتنين نوع ينقسم الزيجوة عدد من المرات وتغير شكل وهتحول الى الطور الحركي ليه اسم تاني اسمه او قاينات كلمة قاينات يعني حركي فهتبقى او قاينات يعني الطور الحركي الطور حركي اللي بيتحول فيها بعد كده الى قيس البيض اسمه او سست او سست طيب عبر معدة البعوضة اثناء حركته عبر معدة البعوضة طيب تؤدي عملية تكاصر الطفل داخل كيس البيض الى تكوين الاف من الاسبروزيتات طبعا اي بدأ اصلا تكاصر بالجرسي ما هو تلغرد منه انا بكون عدد كتير من الاسبروزيتات يتمذج كيس البيض وانتاكل الاسبروزيتات وتصيب الغدد اللعبية البعوضة وتبقى هناك حتى تتغذى البعوضة من جديد وتصيب انسان اخر بص كده اوت الاو كينيت اللي هو الطور الحركي اوت تمام ده كده شكل الطور الحركي بيعد جدار المعدة فبيكوين لي كيس بيد الطور الحركي ده بيكون اتنين نون الكيس البده بيكون نون بس بل انكسام ده انكسام ميوزي فيبدأ يكوين لي الميرزيتات هي ات الميرزيتات روح للعاب البعوضة لما تبدأ انها تصيب الشخص ده الميرزيتات ديسماز بروزيتات مش ميرزيتات سبيروزيتات اللي هي مغزلية الشكل طيب بص بقى الفرق ما بين انسة بعوضة الانوفلس وذكر بعوضة الانوفلس الانسة بتكون بيكون لها فم صاقب يعني بيسكب الجلد وكمان بيكون مص بيمتص الجلد انما ده بيكون فم لاعق لاعق بيتغذى عليه بيتغذى على رحيك الازهاء انما دي بتتغذى عليه بتتغذى على دم الانسان اوات قادل فم الصاقب الصاقب اوات مقص ده كده شكل طبعا الدورة زي التعاقب الأجيال بص كده ولكن هنا تنتقل قادل اسبروزيتات الى الغدد اللعبية دي كده بتنتقل الغدد اللعبية بعد كده تختارك الاسبروزيتات خلية الكبد اهيه تمام ده دخل خلية الكبد فتمزق الشيزو نت الشيزو نت اللى هي الميروزيتات يعني ده كده شيزو نت ناضج شيزو نت ناضج يعني ميروزيتات ناضجة بعد كده هتبدأ ان هي يحصل تمزق لقرات دم الحمرة فتبدأ ان هتخرج الميروزيتات ده كده تقضى بقى عدة دورات داخل خلال دم الحمرة تمام خلال عدة دورات الدورات دي الدورة الوحدة بتقضي 48 ساعة يعني يومي ماشي لما بتخرج بيبقى قدامها طريق من اثنين طريق انها تهاجم قرات دم حمرة تانية او بتكون لي اطوار مشيجية الاطوار المشيجية تيجي بعوضة بعد كده تاخدها فتبدأ تكون لي اطوار مشيجية ناضجة جوه البعوضة دي كده اللي هي البويضة وده كده اللي هو المشيج المذكر اللي بيكون عنده زوائد عديدة بيتحد مع بعض ويكونولي اللاقاحة اللاقاحة دي بتتحول بعد كده تبقى طور حركي طور الحركة ده بيكون اثنين نون بيختار الجدار المعدة فبيكون لي كيس البيض بيكون نون الانقسام ده بيكون قلنا مايوزي تمام بعد كده بتبدأ الكيس البيض يتقاصر بالجراصيم لاجنسي بالجراصيم عشان يكون لي الاسبروزيتات طيب ظاهر التعاقب الاجيال ده تاني هوت احنا قلناك كلام ده مرة واثنين وتعادتك فهي كده انا اصلا انا عدت كتير اوي طيب بيقولك بلازمودوم الملارجة ده بتقاصر في عائلين عائل وسيط لو بيتقاصر فيه لا جنسي او خلي بالك بيكون ده طبعا الانسان او بقول عليه عائل مضيف عائل وسيط او عائل مضيف بيتقاصر فيه لا جنسي مرتين لا جنسي مرتين لا جنسي مرة جنسي لا جنسي بالتقطع اللي هو مين لما بحول لسبروزيت الى ميروزيت طب بعد كده برضو كمان لا جنسي بتقطع للميروزيت لا جنسي بتقطع طيب فيه بيكون عائل اساسي مين العائل الاساسي اللي هو بعوضة الانوفلس بعوضة الانوفلس ليه لان بيتقاصر فيه جنسي ولا جنسي جنسي بالامشاج ليه اصلا بقول عليه عائل اساسي لان العائل اللي بيحصل فيه التقاصر الجنسي ده اللي انا بقول عليه اساسي اللي بتقاصر فيه جنسي ده بقول عليه عائل اساسي مين بعوضة الانوفلس بتقاصر مرة بالامشاج وبعد كده لجنسي بالجراصيم طيب الطور المعدي تعالنا نجوب بقى على اسألة دي كده بقولك الطور المعدي للانسان هو الاسبيروزويت سبيرو زويتات طيب للكامد الكابد للمرة الاولى هي اسبيروزويتات برضو طيب كرات الدم الحمراء لا هتبقى ميروزويتات طيب الكابد للمرة التانية هتبقى ميروزويتات طيب انسى بعوضة الانوفلس هتبقى الاطور المشاجية اعراض حمل ملاريا ايه هي اعراض حمل ملاريا ارتفاع في درجة الحرارة رعشة انيميا حادة بسبب طبعا تفجير كرات دم الحمراء شحوب لون الوجه وكمان بيكون فيه عرق غزيرة عرق غزيرة يعني بيكون فيه فاقد للماء طيب احصل فاقد للمية ايه اللي يحصل زيادة في هيرمون الـ ADH الهيرمون اللي بيعمل اعادة امتصاص المية لان انا بفقد مية طالما فقدت مية يبقى زود من هيرمون الـ ADH قد يصاب الانسان بالاغماع وتظهر الاعراض على هيئة نوابات كل يومين ورسمناها هي تبص بقى بتظهر نوبة وتعد يومين بعد كان نوبة تانية اشد وتعد يومين بعد كان نوبة تالتة اشد وهكذا طيب احد اطوار بلازموديوم يسير في مصارين ده بيكون الميروزويت ممكن يصيب كرات دم الحمراء وممكن يقول لي اطوار مشاجية الاتوار المشاجية اسمها الجاميتوسيتات الجاميتوسيتات بتتكون فين بتتكون في دم الانسان تمام وبتندق في تجويف معدة البعوضة تجويف معدة البعوضة طيب متى تنتهي فترة حضانة المرض عند ظهور الاعراض عند ظهور الاعراض لأول مرة يعني بص هو انا عندي الاسبروزيت لما بيبدأ يدخل بيروح على خلايا الكبد يقضي مرتين في الكبد تكسر لجنسي بالتقطع اهو اول بعوضة مصابة ماشي تروح للكبد فيبقى اول شخص مصاب تقعد في الكبد دورتي ماشي بعد كده يروح عدة دورات في خلاياة دم الحمراء اول ما تتفجر من كرات دم الحمراء الفترة دي كلها اسمها فترة الحضانة يبقى فترة الحضانة لحد ما يبدأ يصيب الانسان يفضل قاعد ساكت خلال الفترة دي كلها اول ما يصيب الانسان يبقى كان تهت فترة الحضانة بتاعت المرض ده يبقى خلاص هو نضج نضج وقدر ان هو يصيب الانسان يبقى متى تنتهي فترة حضانة المرض عند ظهور الاعراض لأول مرة يعني باختصار كده عند تفجير قراط الدم الحمراء عند تفجير قراط الدم الحمراء لأول مرة لأنها تفجر كل يومين مرة طبعا انقصام ميوزي ليس بغرض تكوين الأمشاج هيكون انقصام الطول الحركي الطول الحراكي دا بيكون لي كيس البيت طبعا الطول الحركي بيكون اثنين نون وكيس البيت بيكون نون يبقى الانقصام دا بيكون ميوزي طبعا هنا بوينت أي انقصام ليس بغرض تكوين الأمشاج طيب أطور تتكون بالتحول الخلوي دون أي انقصام تحول الخلوي دون انقصام عندي الأط Влад المشاجية alternative بيتكون من الميرزيتات اطوار مشيجية وكمان عندي الطور الحركي الطور الحركي بيتكون من مين بيتكون من اللقاحة ماذا يحدث للميرزيتات التي تنتقل من دم المريض الى انسى بعودة الانوفلس تتحلل تتحلل بفعل العصارة العصارة المعدية طيب في اسألة تانية اه في هنا بقولك تعاقب اجياء غير نموزاجي تعاقب اي اجياء نموزاجي تعاقب اجياء نموزاجي اللي بيحصل فيه تقاصر مرة جنسي يعني نموزاجي يعني بيحصل فيه مرة جنسي ومره لا جنسي بالترتيب بالتدوادل مع بعض يبني عندي مرة جنسي ومره لا جنسي زي مين زي نبات الفجر كده وكزبرة البقل حصل مرة جنسي ومره لا جنسي او ده كده الحتة دي جنسي والحتة دي كده لا جنسي او اتكونت الجرسيم لكن ده غير نموزاجي ليه لان انا عندي تلات مرات لا جنسي لما مرتين بالتقطع مرة بالجرسيم ومرة واحدة جنسي اللي هو بالامشاك عشان كده اقول عليه غير نموزاجي ده زي مين زي بلازموديوم المالاريا طيب كده نبقى خلصنا كل الكلام على دورة حياة بلازموديوم المالاريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته